طالب جامعي على خلق ودين ولده من الأثرياء وذو منصب مرموق إلا أن هذا الطالب لم يخبر أحدا في الجامعة بثراء أبيه أو منصبه ليعيش بين زملائه ومع ساتذته على طبيعته وبساطته واثقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله في أخر عام له بالجامعة تعلق قلبه بزميلة له ملتزمة فأراد أن يتقدم لها بعد انتهاء العام الدراسي خاصة بعدما عرف شعورها من ناحيته وعندما طلب منها أن تحدد موعدا مع أسرتها ليقابل والدها ويطلب يدها وجدها في حزن شديد وقالت له والدي من أغنى الناس ولا أعتقد أنه سيوافق عليك لفقرك ولكنني لن أتزوج غيرك وأعدك بهذا مهما حدث ابتسم الشاب وأخبر الفتاة بأنه سيذهب لأبيها بعد صلاة الجمعة وفي الوقت المحدد ذهب الشاب بمفرده وأبدى لوالد الفتاة رغبته في الزواج من ابنته فاستهزأ الأب به وسخر منه وقال له شاب فقير جاء بمفرده يا هذا ليس عندي فتيات للزواج اشرب قهوتك وتوكل على الله بلا رجعة ابتسم الشاب وذكر بهدوء وأدم لوالد الفتاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما توضع أحد لله إلا رفعه الله ثم خرج هادئا مبتسمة وفي المساء تحدث مع أبيه عن رغبته في التقدم للزواج من زميلته وذكر له اسم والدها فاتصل والده بوالد الفتاة وأخبره بأنه سيأتي إليه في مساء الغد ليطلب يد ابنته لابنه ففرح والد الفتاة كثيرا وأخبر ابنته بالخبر السعيد بالنسبة له وعندما وجد ابنته حزينة قال لها إن تم هذا الزواج ستكونين من أسعد الناس فنحن بكل ثرائنا لا نصل إلى ربع ما يمتلك هذا الرجل من منصب وجاه وفي مساء الغد وصل الشاب مع أسرته وبعض أقاربه في موكب من أفخر السيارات ودخل الجميع البيت بينما تأخر الشاب قليلا وظل والد الفتاة وأسرته ينتظرون الزوج المنتظر وعندما شاهده والد الفتاة أصيب بالدهشة وقبل أن ينطق بكلمة قال له الشاب هذا أبي وهذه عائلتي وهذا لن يغير من الأمر شيء فأنا سأكون نفسي بنفسي ولن أعتمد على أموال أبي أو منصبه شعر والد الفتاة بإحراج شديد وقال للشاب لقد أعطيتني درسا لن أنساه أبدا وأقسم لك أنني لن أتكبر أو أتعالى على أحد بعد اليوم حاول والد الشاب أن يفهم الموضوع ولكن ابنه قال له هيا نقرأ الفاتحة وسيكون بعدها كل الخير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرا فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاعة وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر ليتزوجها وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان جميل الوجه ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاعة في أشياء كثيرة ومن بينها متعة الفراش فكانت تذمه وتقول له أنت لست رجلا مثل الرجال فكان يضربها لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن زوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر اللون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت تميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلا لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحالي فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزا بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائما يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أسلم رجل من بلد أوروبي وحسن إسلامه وكان صادقا في أفعاله وحريصا على أن يظهر إسلامه ويعتز به أمام أبناء بلده من غير المسلمين دون خجل أو حياء أو تردد حتى ولو لم يكن هناك مناسبة فإنه يحرص على ذلك ولم يستمع إلى نصائح زوجته التي طلبت منه إخفاء إسلامه أمام الناس خاصة بعدما تسبب بعض الحاقدين عليه في فصله من عمله وفي أحد الأيام أعلنت إحدى المؤسسات الحكومية في بلاده عن فرصة وظيفية فتقدم لها هذا المسلم الفخور بإسلامه وكان لابد من المقابلة الشخصية لأن التنافس زاد على هذه الوظيفة وكان العدد كبيرا فلما بدأت المقابلة الشخصية معه سألته اللجنة الخاصة بالمؤسسة عدة أسئلة كان منها هل تشرب الخمر؟ فأجاب قائلا لا أشرب الخمر لأنني أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها قالت اللجنة هل لك خليلات وصديقات؟ قال صاحبنا لا لأن ديني الإسلام الذي أنتسب إليه يحرم علي ذلك ويقصر علاقة على زوجة التي تزوجتها بمقتضى شريعة الله عز وجل ثم خرج الرجل وهو شبه يائس من أن ينجح في هذه المسابقة ولكن النتيجة أعلنت فشل جميع المتسابقين بينما نجح الرجل المسلم فقط فذهب إلى مسؤول اللجنة وسأله قائلا كنت أنتظر أن تحرموني من هذه الوظيفة عقابا لي على مخالفتي لكم في دينكم وعلى اعتناق الإسلام ولكني فوجئت بتفضيلكم لي على إخوانكم من نفس دينكم فما سر ذلك؟ قال المسؤول إن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصا منتبها في جميع الحالات حاضر الذهن والإنسان الذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك فكنا نترقب شخصا لا يشرب الخمر ونظرا لتوفر هذا فيك فلقد وقع نختيار عليك فخرج الرجل حامدا مولاه على ما أولاه من نعمة عظيمة وهو يردد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير